وانا بقى دردس شوية في الفاصل مع كريم افتكرت كده انه في حاجات كتير جدا واحد ما بيختارهاش يعني انت بتختارش عائلتك ما بتختارش المكان اللي انت ساكن فيه ما بتختارش جنسيتك ما بتختارش حاجات كتير اوي في حياتك يعني مساحة الاختيارات بتبقى محدودة لانما بنيجي نتكلم على اختيار النادي اللي انت هتربط نفسك به وتعيش تشجعه وتعشقه وتقف في ظهره طول عمرك بيبقى هنا ليك مطلق الحرية في الاختيار وبتهيقلي وفي ظني انه جزء كبير من جماهير النادي الاهلي وهي بتختار انها تشجع النادي الاهلي كانت زي كده شايفها في انه الاهلي بالنسبة لهم مصدر لحاجتين مهمين جدا بالذات لو كانوا جمهور بيحب الكورة يعني مصدر لحاجتين مهمين جدا في عالم الرياضة اولا المتعة ثانيا الفرحة المتعة انك بتتفرج على كل مطش النادي الاهلي وانت بتستمتع وانت بتشبع كورة وانت بتقوم بعد التسعين ديها خدت جرعة كورة محترمة جدا الجزء التاني هو الفرحة هو التتويج دايما الاهلي موجود على منصات التتويج وافراح الاهلي اكتر بكتير جدا من الحمد لله يعني من انكساراته فبالتالي لازم الاهلي او جمهور النادي الاهلي تعود من نجومه من لعبته ومن فرقه انه هو مصدر المتعة ومصدر الفرحة اذا غاب واحد من الاثنين مش الاثنين بس يعني اذا غاب واحد من الاثنين دول تأكد انه جمهور النادي الاهلي مش هيبقى راضي وليه كل الحقف ده مرة تانية برحب كريم اهلا بك معنا كنت بسألك قبل الفاصل على طول في بداية الموسم من الاهلي فرقة دي اللعيبة دي النجوم دول كانوا مكسارية الدنيا وكانت فيه فرقة بتقدر توفق قدامهم لا في افريقيا ولا في الدول والغاية قبل نهائي دول الابطال بشوية ابتدنا نحس انه الكورف بتاع النادي الاهلي بتاع مستوى الفريق اداء ونتيجة في النازل شوية التباين ده حصل ليه من وجهة نظرك اشوف ان مهم جدا جدا في الرياضة وانت في الوقات السلبية حتى قبل الوقات الايجابية ان التشخيص الجيد هو اهم شيء وقت ما انت بتحسي فيه ازمة لان التشخيص يا احمد هو اللي بيعرفك هتبدأ تحل منين انك لو شخصت غلط لو شخصت غلط هتضيع وقت فعلك غلط ودي مثلا منذ نهاية ماتش الكاس طبعا زي انا ما قلت احنا في وقت قزمة لناس ما كانتش محضرة نفسها للشكل قبل النتيجة ان اكيد اي حد بيمارس الرياضة لازم تحط عندك اوبشن انك ممكن تتغلب طبعا ده اي حد بيمارس الرياضة كل اندية العالم بتتغلب ده شيء طبيعي ولكن اني مكناش محضر له ان الشكل يطلع بهذا السوق وبالتالي بعد المباراة لقينا فيه طبيكات كتيرة جدا 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 وتاني مطلق الحرية طبعا ان احنا امنا بان هذا العصر هو عصر السوشيال ميديا وان اي حد معا موبايل ومعا تليفون يقدر يكتب وجهة نظره فكامل الاحترام لكامل وجهات النظر بعيدا طبعا عن الخروج عن النص ولكن تشخيص المسؤول واللي شغال في المجال يجب ان يكون مهني اكتر من المشجع المشجع بيقى مسيطر عليه انفعلاته وعواطفه وكمان عايز حد يوجهه وجهة نظري الشخصية طالما ان احنا كلنا متفقين ان اداء النادي الاهلي والشكل في الملعب كان سيء يبقى اول طبيك يجب ان نقف عنه هو الطبيك الفني متضمن البدني والنفسي وكل وهو متعلق بالرياضة في بعض الطبيكات الاخرى اللي فيها مشاكل مثل مثلا النهاردة احنا عندنا في جهاز فني جديد والسؤال انا بتسئله من ساحة المطش يا كريم حان وقت تقييم سوارش والجهاز الفني الجديد ولا لا الاجابة لا اهو عشان ما بقاش اي مساحة للجدل لا الاجابة لا مش في الكرة بس والله يا احمد والله ما في الكرة بس لو سألت مدير فني في السلة او في اليد او حتى في العمل فردية وقلت له هل في اي مدرب ممكن يحط بصمة في ايجابيات او سلبيات فقال من شهر الايجابة مستحيل في اي مدرب احمال انا كان يعني سرقت سؤال من عندي لانه في ناس كتير بتحمل او مدية مستحيل دور ريكاردو سوارش جزء كبير جدا مستحيل 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 والله والحاجة التانية هل في اي مدرب احمال في اي الماضي بصدفة اقدر مع ناس كابتن عادل شعوم المدرب تنس تولى سيدانة في الناد الأألي وحود له قادة انت بكر الصبح وهنا صلينا?. ومدرب أحمال جديد هل أنت ممكن تتوقع منه أداء في الأسبوع الجاي والأسبوع الجاي والأولي 47 شهور مدرب أحمال فلنحن نقف عنده أن نحن نتكلم على أن نحن المباراة دي أول حاجة خسرناها بسبب الأخطاء الفنية والبدنية وفيه أخطاء فريق فيه مشاكل النهاردة إحنا محتاجين نشخص ونجاوب على السؤال الحلقة تفضلت وسألت ليه الشكل بتاعنا في بداية الدورة كان جيد بعد كده بدأ نزيف النقاط يحصل وصولاً لخسارة اللقب الأفريقي ومن ساعتها نفتح نعمة كهية مع بعض جماعة فلاش باك لبداية الموسم كان معنا بيتس موسيماني وكان النادي الأهلي أبرم عدد من الصفقات المميزة جداً 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 وهاخد فلاش باك من بعد مطش الجونة السنة اللي فاتت بعد ما النادي الأهلي خسرت الدول بيتس موسيماني ساعتها طلع قال تصريح شهير جداً جداً موجود على السوشال ميديو طلع قال يا جماعة أنا تعلمت من الموسم ده الأخطاء اللي أنا وقعت فيها وإن الدوري أسلوب اللعبة فيه مختلف عن اللعب في أفريقيا وإن شاء الله من السنة الجاية هتلاقوا نسخة جديدة للنادي الأهلي بالفعل بداية الموسم ده كان فيه تغيير فني وتكتيكي واضح في أداية النادي الأهلي وهو إن بيتس موسيماني استقر على اللعب طريق 3-4-3 منذ بداية الموسم وكان ساعتها بيلعب حتى ببيرسي تاو فولس ناين أو مهاجم وامي فيه التشكير ومحمد شريف كان قاعد على الدكة بداية الموسم لقينا النادي الأهلي بطريقة 3-4-3 بيكسب الإسماعيلي في الأسبوع الأول 4-7 في الأسبوع الثالث بيكتسح نادي الزمالك بنفس اللعبة اللي معاه إن كان مع جهاز فني مختلفة كان لعبة كانت معاه وأعطاك كمان زيادة على اللعبة الموجودة نادي الزمالك برضو تعرض لعدب من اللعبين سابوه ومشيه وخلعوا من الفليه زي طريق حامل زي أبو جابل سيسيه ويدوات كامبن شارق ونجم مش يكمله خمس ثلاثة النادي الأهلي كسب سموحة 4-0 يحمد نتائج كبيرة جدا ده بيقول لك إيه بيقول لك إن الطريقة دي بدأت تساعد نادي الأهلي ببساطة ليه أداء النادي الأهلي يحمد في 3-4-3 مميز عن أي طريقة أخرى حاليا بقول حاليا ليه لأن الاثنين الفول باكس اللي عندك تعبنين بدنيا منذ إصابة أقرى توفيق يعني محمد هيني بس معلش تحريني يختلف معك شبه كريم طبع 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 لأنه يعني هي نفس اللعيبة ما أعتقدش إنه حتى لو الطريقة دي الأهلي بيطبعها دلوقتي خلي بالك إنه الناس حاسة فيه ناس جزء كبير من جميعنا دي الأهلي حاسة إنه فيه لعيبة كتير جدا منهم أسماء ونجوم مفيش شك في قيمتهم ولا في إمكانياتهم محدش يقدر يشكك في قيمة نجم زي علي معلول محدش يقدر يشكك في قيمة نجم زي عامر السلية بس فيه ناس شايفة إنه اللعيبة كلها مستوى مطراجع أحساسي الشخصي تأحساسي الشخصي إنه الجمهور النادي الأهلي تفقت إنه نجم مبارات الأهلي والزمالك وليد سليمان الذي لم يشارك من بداية الموس فلما يبقى وليد سليمان البعيد عن المباراة ومحمد عبد المنعم طبعا لما يكون وليد سليمان البعيد قوي عن المشاركة ورجله مش في الملعب بلغة الكرة وانتعرف دي حاجة مهمة فسط كل النجوم اللي موجودة دي ده معنا أنه في حالة تراجع كبيرة جدا في مستوىات كل النجوم القصة مش قصة تاكتك ومش قصة تضيئة لعب كلامك جميل جدا وهرد عليه بمثال من نفس المتشو نادي الأهلي لما اتفقنا أن شهود أول 45 ديئة سيطرة كاملة ومطلقة نادي الزمالك لا خلاف عليها ونادي الأهلي لم يكن له تواجد أحنا أول تزديدة على مرمى حمد عوات في الدي 40 من أليو ديانك أول تزديدة شهود الثاني لما الجهاز الفاني نادي الأهلي استقر على إجراء بعض من التغييرات وتعديل طريقة اللعب 3-4-3 بدأ النادي الأهلي يستحوذ على اللعب تماما لمدة 30 ديئة نسبة وصول نادي الزمالك في أول 30 ديئة من الشهوط الثاني تقريبا كان هنا عدم تقريبا ما شفنا يعني محمد الشيناوي مكانش عليه أي فرص خطيرة في 30 ديئة لنادي الأهلي عب بيهم 3-4-3 لغاية الديئة 75 بعد تغيير صلاح محسن بدل ياسر إبراهيم وعودت طريقة اللعب لأربعة في الخلف ولكن بطريقة 4-2-2-2 بدأ نادي الزمالك يعود مرة أخرى للظهور في التلت الأخير من ملعب نادي الأهلي وشفنا حتى هجمات خطرة في مواقف واحد على واحد وطبعا فرصة بين شرقي اللعب الـ R2 وجد في القائم طيب ده بيدينا مؤشر ليه؟ بيدينا مؤشر يا أحمد إن لا في ساعات الجهاز الفني والمدرب بيتدخل تكتيكيا لمعالجة جزء بدرب بمعنى علي معلول كلنا متفقين إن علي معلول واحد من أفضل المحترفين اللي جنف في تاريخ ندقاه لا يقول هذه الحقيقة إلا جاحت يعني اللي ينكر هذه الحقيقة جاحت فنيا بصراحة طيب هو حالين ده وقت علي معلول هو هو نفسه من سنة أو سنتين؟ لا طبعا لأن فيها عوامل كتيرة أصيط على الأداة البدنية العمر، التعب، السنة دي علي معلول زي لعبة متخب مصر لعب بطلاق كتيرة كاس عرب مع متخب تونس ولعب كاس الأمم بيواجه موسم صعب بدنيا زي لعبة الدوليين في الآل وفي الزمال تعتبرون لعبة دي ما بتاخدش بريك أو متاخدش فترة راحة سلبية تخليها تستعيد إنجانياتها البدنية مرتين خلي بالك بقى مركز علي معلول في طريقة تاتة أربعة ثلاثة بيتأمن باللعب وراء في طريقة أربعة اتنين تاتة واحد أو أربعة تاتة ثلاثة مفيش واخد الخط كل مفيش دي بتاعتك وعشان كده طريق أنا قلت وكلمنا كثير قوي قوي مع الكابت السلام الشاطر في البيت الكبير أربعة اتنين تاتة واحد أي طريقة فيها أربعة وراء لا تناسب الأهل الحلال لأن أحمد تخلي بالك النادي الأهل في السنوات الأخيرة بجانب صنع اللعب عندك بلي ميكر سواء كان عبدالله السعيد أب ما يمشي أو مجدي أفشة دلوقتي الاثنين الفويتباكس بتوعك من صنوع اللعب أكرم طوفيق واحد من أهم لعبة النادي الأهل في الشكل الهجومي لما كان بيلعب أنت بتطلب من محمد هاني أدوار هجومية تطلب من علي معلول أدوار هجومية طيب هم ما بوش يدريوا يعملوك خلاص ودلوقتي كل أي منافس بيلعب بين الأهل بيعمل إيه؟ يا جماعة حنستنى لغاية لما هاني وعلي معلول يطيروا كلمة معتادة بنسمحها كلنا حتى في سوية التحليلية كل أي منافس صغير كبير متوسط مصري أفريقي أسياوي من أي حتة نستنيهم لما يطيروا وهب إرمي الكرة وراه لو بتلعب ثلاثة أنت متأمن يدي لي على كلامي؟ الندي الزمالك هو هو نفس الفريق دخل قط اللبس وخرج ما غيروش حاجة ما غيروش حاجة قبل حتى خروج الجزيرة طيب خليني بمناسبة قط اللبس تفضل